الان الموضوع دي الورش الملكي المهم جدا اللي هو لطورو الضلو هذي سنوات احنا كنت تسمعو عليه ولكن الضرورة اليوم في هذه الحكومة كان لها شرف انها تنفذ هذا البرنامج وتنفذ هذا المشروع هذا اللي طبعا بتوجيهن ملكي سامي واللي كيندارش في البرنامج الوطني دي الاماء الصالح للشرب ومياه السقي علش سبو وعلش ماشي منطقة واحدة اخرى سيردوان لان منطقة دي الاسبو هي منطقة اللي فيها فائض كين ربعميات مليون متر مكعب سنويا كنت كنت مشي البحر فكان طبيعي جدا انه يتم التفكير في خلق هذ المشاريع هذي باش تربط ما بين المناطق اللي نسبيا فيها واحد النوع دي الالفائد باش تعطي المناطق اللي ما فيهاش اللي فيها واحد النوع دي الالفائد كان عندنا مشكلة على مستوى الدار البيضاء وكان عندنا مشكلة على مستوى الرباط الحمد لله هذا المشروع هذا مشروع رائد كبير دي الامن دي الامن مغربة هم اللي غديستفدوا منه ودي الامن مغربة هم اللي اللي يمفرحانين بيه وما اللي غديشنود بالتمر لا على مستوى مواجهة الماء على مستوى هذا المحوار هذا وهذا الحوض هذا در البيضاء الرباط ولا على مستوى مواجهة الاحتياجات دي ال بلدنا إذن كيفما نأكد مرة أخرى هذا مشروع ملكي صاحب الجلالة هو اللي اعطت توجيهات دياله لإنجاز هذا المشروع الهدف منه هو استرجاع كمية المياه المفقودة اللي كانت كنت تمشي للبحر ما حال تقريبا؟ الآن باعتبارا من 28 غشت 2023 وانا كنت صرحت في ندوات صحفية سابقة بأن هذا المشروع سيكون واجد نهاية الصيف دونك هذه الحكومة أوفت بالالتزامات اللي كانت اخذت وصل العمل طبعا إلى مستوى متقدم جدا الآن الآن هذه واحد يومين قبل ما يمشي السيد رئيس الحكومة لزيارة هذا الورش كانت تدفق ديال واحد ثلاثة المتر مكعب فتانية لابا الآن واحد ستة يعني وصلنا الستة فتانية تقريبا تقريبا 400 ألف متر مكعب سنويا وهو تقريبا نصف الاحتياجات تقريبا نصف الاحتياجات المشروع سيذهب حتى يصل تقريبا 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 هذا هو الهدف الذي سنوصل له 300 ألف 300 ألف 360 360 تقريبا 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 ان شاء الله في محطات اخرى باش يوصل باش نقدروا لمياه كلها الموجودة في سد المسيرة تمشي لاغراض فلاحية والمحور ديال الدربي ضربة كله يعتمد على هاد على هاد المشروع هيدا ونطلب الله مرة اخرى انه اه بلدنا يعني تكون الامطار ان شاء الله في السنة المقبلة لانه بالفعل هذا موضوع اللي اخذ حيز كبير من اشتغالي الحكومة واخذ ايضا حيز كبير من 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 الاعتمادات اللي تخصد لهذا المشروع